موسيقى سابت عشرين تشرين تاني الفين وواحدة وعشرين مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في ستوديو هو الباحث في الدولية المعلومات الأستاذ محمد شمس الدين أهلا وسهلا فيك سبع الخير لإلك وسبع الخير للمشاهدين يعني كتير من الأسئلة مطروحة عقد ما فيه وجع بالبلد يعني الناس اليوم ما بعرف كيف قادرة بعد تستمر بالوقت اللي كأنه نحن حفلة جنون وما في حدا بدي حط حد لهذا الوقع القائم وما في حدا بدي حط حد كمان للنهش الحاصل اليوم بلحم المواطن أستاذ محمد انحدار مريع ومخيف للأزمة الاقتصادية المالية الدوائية دولار يحلق ارتفاعا سبعين بالمئة من اللبنانيين غير قادرين على شراء الدواء مثل ما مبارح قالنا رئيس اللجنة اللجنة الصحة نيابية النائب عاصمة عراجي بالوقت اللي اليوم كمان حليب الرضع بحسب الأخبار للمقتدرين فقط فما بعرف من وين من أي وجهة ما نبلش اليوم لما دولة بتاخد قرار رفع دعم جزئة عن أدوية أمراض مزمنة شو بتكون عم تعمل؟ هلأ ما نبلش بالشيء المنيح أنه بلشت الدنيا تشتي على الأقل فيه خير المضحك أو المؤسف بهذا الموضوع أنه مش عايب أو مش غلط أنه يصير فيه أزمة بأي دولة من الدول بيصير فيه أزمة بنعمل حلول نحن اليوم بعد مرور سنتين وشهر إذا بدك الأزمات ما وجدنا لحل بالعكس عم تتفاقم الأزمات وبالتالي بحيث أنه كل الناس كل المسؤولين الاقتصاديين النواب الوزراء الحكومات كلهم واقفين عم يتفرجوا على الانهيار فأنا بفهم أنه بعد شهر بعد شهرين ما نبلور حل بس بعد سنتين وشهرين ما نبلور حل هذا شيء معيب وعم نتعامل مع الأزمة بطريقة أنه شيء عابر لا صارنا سنتين وشهرين بس هون سؤال مطروح ليه معنا قدران إحنا نعالج ولا لا ما بدنا نعالج يعني أنا مثلا عم بنتبه أنه جينا وقت البلشت الأزمة اخترعنا خبرية وكنا من أول نهار شايفينا غلط أنه هذا الدعم صار قال فيه صراف بتروحي أنت بتفرجيه بطاقتك وبطاقة الخادمة بيعطيكي دولارات لتحوليهم أو تاخنيهم صور يعني كيف كان في عنا وقت البلشت الأزمة 30 مليار دولار بددناهم على دعم على بنزين على إشياء غير أساسية وغير مفيدة استفادوا من التجار استفادوا من الناس اللي كانوا عم بخزنوا بعد مرور سنة ونص جينا لأينا صرفنا حوالي 10 مليار دولار على الدعم إلا ما عاش فينا نكفي وقفنا بلشنا نرفع عن البنزين بلشنا نرفع عن المزوت عن الدواء وهون الصرخة الكبيرة اللي طوعي فبالتالي لو كان في خطة من وقت اللي بلشت الأزمة ما كنا وصلنا لهون بس يعني كأنك عم بقول نحنا فتعلنا هيدا الأزمة لما بيكون عنا 30 مليار نحنا عديات طبعا طبعا المسؤولين ومن نعلن تعثر وإفلاس هيدا الدولة طبعا المسؤولين كل الناس كل المسؤولين يعني كل اللي موجودين بالدولة المسؤولين من تشرين لليوم هني مسؤولين عن ما وصل إليه الوضع اليوم وما قد يصل إليه لأنه كان فينا نعمل حلول سريعة كان فينا نعمل أنون فورا ينظم العلاقة بين المصارف والمودعين مش نتركه هلأ قلعا نتذكر أنه لازم نعمل أنون كيف ما ننحمي الوداع بعد ما صار اللي صار بعد ما طارت الوداع جينا إلنا دعم دعم كلنا متمسكين بالدعم ولا أحد يجرؤ على المس بحياة الناس طيب لقينا بعدين خلصوا المصاري والدعم بعدنا ما عملنا شي ما استفادوا الناس ما حدا استفادوا تجار كانوا عم يستوردوا بضاعة 1500 خزنوة أو يصدروها شفنا بضاعة لبنانية صحيح مدعومة خارج بدول بأفريقيا بالخليج وبالتالي بلشنا نشوف هالأزمات وكنا شايفين من أول نهار أنه هالأزمة يعني أكبر فضيحة كانت أنه إذا إنسان عنده عاملة منزلية يروح المصري في لبنان اختار صرافين يعطيهم دولارات مصري في لبنان تروحي أنت عند الصراف يقول لك خيره بدأت تاخد الدولارات للتاجر فيهم أو تحولهم يقول لك خود هالفرق بينهم لأنه كان بصري في لبنان عم يعطيونه بسعر والسوق السوداء بسعر تاني بسعر كمان أنه كانت في المحظيين كان يقدر يكون عنده علاقة مع الصراف يقدر يحصل على المبلغ كله كان غلط بغلط هلأ وصلنا لساعة الحقيقة الدعم تقريبا من أساسه كان غلط هذا الدعم اللي بلش بـ 28 أيار 2020 ما استفادوا منه الفقرة ولا المحتاجين استفادت منه الشركات المؤسسات طاروا المصاري جينا اليوم صرنا عم نقول ما عد فينا ندعم ما عد فينا ندعم تفعل بنزين وكان لازم ما الأساس يوصى يرتفع البنزين لأنه ما فينا ندعم واحد عم يستهلك صفيحة بنزين بالنهار اللي هو الفقير المحتاج أو نصف صفيحة واحد عم يستهلك ثلاثة أو أربعة طيب ما كان في قلة عدالة تماما جينا هلأ بعد الدعم عم يستفيد منه بس الكهرباء كهرباء لبنان فعمليا هاي الكهرباء بعدها مدعومة في دعم جزئي بـ 57 مليون دولار للأدوية وفي دعم الطحين هاي الأشياء المدعومين بعدهم في لبنان وبقية الأسعار صارت مرتفعة ما في أي ضوابط وإيشت الحكومة هلأ بلتش يتمهد لهذا برفع الدولار الجمركي نحنا اليوم عم نستورد السلع على أساس ألف وخمسة بنحكي أنه ممكن يكون على سلع معينة بـ 3900 على سلع معينة بـ 12 ألف وعلى سلع معينة حسب السوق وبالتالي هذا الأمر من شأنه أنه يرفع الأسعار أكتر وأكتر هيدا حيامو الكيرسي تاني تماما في حين أنه اليوم كل الأجور بقي تسابتي مثل ما هي مبارح في لجنة وزارية أقرت أنه ترفع بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة يعني تعطيهم 40 ألف ليرة زيادة وتعطيهم نصف شهر كل موظف بالدولة بيأخذ نصف راتب يعني اللي بيقبض مليونين بيأخذ مليون بس بالحد الأدنى ومليون ونص بالحد الأقصى 3 مليون بمعنى أنه العميقبض كان مليونين ليرة إذا طبقوا هيدا المسألة بيصير يأخذ 4 مليون و300 بدل النقل والمليون ونص يعني كانوا يقولون إزادوا دولار جمره كي هنها هيخدوه من الموات يعني كانوا معدولوا شي للموات لأنه وقتل قالوا أنه هيدا المبلغ تعريبا هي كلفة هيدا المسألة هي بحدود 5500 مليار قالوا موجودين بوزارة المالية ما بعرف كيف موجودين ما حدا بيقلنا كيف موجودين وين موجودين فإذا نحن أمرت أسعار ارتفعت الأجور جينا عم نزيدها بطريقة غير عادلة وبدنا نرجع نغطيها هاي الزيادة من خلال رفع الدولار الجمركي اللي رح يرفع الأسعار وبالتالي بنكون كأننا ما عملنا شي طب هون بس عم تحكي عن الموظفين القطاع العام طب شو القطاع الخاص وموظفينه شو؟ موظفين في القطاع الخاص وفي العطنين عن العمل أوكي هيدون فموظفين القطاع الخاص نحن عم نحكي لكينا موظفين القطاع العام والمتقاعدين اللي رح تشملهم هاي الزيادة هن بحدود 440 ألف لبناني أوكي في عنا العاملين بالقطاع الخاص بحدود 650 ألف هوني في بلجنة المؤشر اللي عم تجتمع بوزارة العمل أقره بجلسة الخميسة الماضي رفع بدل النقل ل 65 ألف ليرة وفيه بحث عن زيادة يمكن منحة هبة مساعدة عمين حكي بحدود المليون مليون و300 ألف بس بعده الخلاف هو من يستفيد منه يعني أي شرائح يعني اللي بيقبض حد أدنى بس أو اللي بيقبض أكتر بعده النقاش هوني وهي دي تحتسب من أصل الراتب أم لا لأنه اليوم إذا ما احتسبناها من أصل الراتب فيه مشكلة لأنه اليوم الضمان الاجتماعي بسياء الخلقة رح نحكي بأي وضع الدمان الاجتماعي مع رفع سعر الدواء كيف صار وضعه فإذن نحن عم نحكي عن القطاع العام في محاولات بالقطاع الخاص بس فيه المشكلة الأكبر عاطلين اللي هي العاطلين عن العمل نحن عم نحكي اليوم عن حوالي 430 ألف عاطلين عن العمل لبناني 430 ألف يعني تقريبا 35% من حجم القوى العاملة إذا حدا لأنه عاطل عن العمل عم يروح بسيارته الصبح أو على الموتوسيكلي يروح على السوق الخضرة بالجملة يجيب صحارتين خيار صحارتين بندورة يوقف على الشارع يبيعهم هذا أما الدخل بس هذا لا يعتبر أنه بيشتغل وبالتالي هو عاطل عن العمل مشان هيكي عنه هذا الرائم الكبير طيب هادي ما حدا عم يحكي عنه 480 ألف غير ملحوظين تماما هادي غير ملحوظين جينا بمرحلة معينة وهنا من فئات الشباب طبعا فئات شباب وفي ناس لأنه اليوم في أكتر من 120 ألف تركوا وظيفهم في مؤسسات سكرت في مؤسسات قلسات العمال في مؤسسات قلسات الدوام وبالتالي في مشكلة بهذا المجال هادي بلشنا نفكر من أيار الماضي أيار بموضوع البطاقة التمويلية على أساس أنه هاي البطاقة التمويلية ستقر ستعطي مساعدات للناس الفؤرة المحتاجين اللي هني عندهم حتى اللي بيشتغل بس دخله ومتدنب يعطوه فطلع قانون فيها أقرتها الحكومة طلع فيها قانون بتموز الماضي أدروا التمويل هو 556 مليون دولار ما عملنا شي من تموز ساعة منسجل ساعة ما منسجل هلأ منسجل هلأ منسجل هلأشبعت درسا واشبعت بحثا وبعد ما هلأ لم تقر فاجينا نحنا آخر تنهار بعد ما عملنا هايدي البطاقة التمويلية اللي إلنا بتشمل هود الناس بلشنا نحكي أول شي بمليون رجعنا قلنا ب750 رجعنا قلنا آخر شي 550 ألف ضمن معايير بس نحنا شو عم نستند لما منطلع منقول الأرقام يعني لما بتطلع بتقلنا تستشمل مليون مواطن بترجع بتنزل إلى 750 اليوم لخمسمية وفق شو لأنه ما في كله ارتجال هايدي أول مسألة كمان الرقم وجهة نظر طبعا طبعا لأنه بيش بلد نحنا بالأساس فيش عنا بلد فيش رقم صحيح كل واحد بيحكي متل وبدو فوصلنا لما حال نحنا إسا آخر خبر نطلع عمبارح وقتل كان رئيس مياتية لأنه نحنا أول شي أنه حددنا عدد المستفيدين وقلنا بدنا 556 مليون دولار بس ما عرفنا من بدواجه هود جينا بمرة قلنا منستعمل قرد البنك الدولي اللي مخصص للنقل 295 مليون دولار كأنه البطاقة التمويلية هي أهم من النقل لأنه هذه البطاقة التمويلية هي لسنة وبعد سنة شو منعم بلما نعرف فرجعوا قالوا لا فيه رجع مبارح الرئيس مياتي بالكلام اللي حكي أنه هذه البطاقة سيبدأ التسجيل بها بأول الشهر ويستفيد منها 250 ألف من خلال القرد طبع البنك الدولي اللي هو أقر بنسان 2021 بقيمة 246 مليون دولار حوضي الميتان وخمسين ألف أسرة رح يستفيدوا من هذا يعني صار التمويل نزل من 556 إلى 250 إلى 250 ألف أسرة أوكي مش 550 ألف أسرة ولا 750 ألف أسرة سلنا نحكي عن 250 ألف أسرة والتمويل تتوفر من خلال هذا القرد اللي هو 246 مليون دولار وهذا القرد وقت اللي أقر كان على ساس بغطي 142 ألف أسرة هذا القرد وقت اللي أقرناه أقروا مجلس النواب 142 أفرة على اعتبار قديش كانت محسوب للأسرة كان في 96 دولار حسب عدد الأفراد هذا المشروع كان بأمن حسب ما تفاصيله كانت هو موزع 240 مليون دولار لوقف أعداد الزيادة بأعداد الفقراء يستفيد منه 147 ألف أسرة بالضم 786 ألف فرد وفي 23 مليون دولار للأطفال 87 ألف طفل يقدمونهم المساعدات المدرسية وبالتالي نحن اليوم غيرنا كل مكان مقرر لم تفيدا بطاقة تمويلية ولا هذا القرد رحنا بس إلى 250 ألف أسرة تستفيد من 246 مليون دولار بحسب قرد البنك الدولي اللي هو موقع من نيسان الماضي واللي حكى أنه ما رح يصير فيه أي تدخل بشري بحيث أنه بيجي برنامج بتفوطي المعلومات عضوء المعلومات اللي بتفوطيها بيقلك فيك تستفيدي أو ما فيك تستفيدي يعني هذا كلام غير صحيح لأنه لبنان ما في شي ممكنن ما في شي موسئ يعني مثلا اللي أعطيكي نفطر الجدنا هايكي بتحط إذا حتطلق خانة تملك عقار أو لا تملك عقار أوكي بتقليلوا لا أملك أوكي وبتجيبيلوا من الدوائر العقارية إذا بدهم مستند لاحقا بتجيبيلوا من الدوائر العقارية ورقة أنك أنت ما بتملكي شي أوكي بينما أنت ممكن تكوني بتملكي ملايين الأمطار وعشرات العقارات المبنية بأماكن غير ممسوحة وبالتالي هذه ما بتدخل بالسجل العقاري فأنا وكتار ناس يمكن بتروحي أنت هلا عندك بضيعتك بمكان معين عندك ملايين الأمطار وهذه غير ممسوحة الأرض فبالتالي ما بتطلع فيها وبالتالي بتأدميله فاليوم الاعتماد على المكننة تصلح مسمش للبناء فطرد هو يمتلك عقار وهلا العقار بغض النظر بغض النظر يمكن أنت بتملكي بناية وعندك إراد منها بعشرين أو ثلاثين مليون ليرة بالشهر بس هاي البناية موجودة بمنطقة غير ممسوحة معمرة بشكل مخالف وبالتالي ما في إلى أي قيود هايدي بتروحي أنت بتسجلي وبالتالي عملية الاستفادة عملية التسجيل من خلال الوسائل الممكنني مهمة لكن مش بلبنان لأنه لبنان ما في شيء موسق ما في شيء محسن فأنت ممكن تسجلي وتستفيدي وما بتكون أنت تستاهل هذه وبالتالي لابد إذا نحن بدنا نعين هال 250 ألف أسرة بشكل صحيح ودقيق وعلمي حكما رح تتسجل الناس بس لازم يكون في فرق من وزارة الشؤون الاجتماعية عبر مراكز الخدمات الإنمائية المنتشرة بكل لبنان بالتعاون مع الجامعة اللبنانية من خلال طلاب العلوم الاجتماعية اللي يكتار عندهم قدرة وكفاءة وجدارة يبلشوا ياخدوا هايدي الناس اللي تسجلت ويروحوا يعملوا تحقيق اجتماع عن كل أسرة بأسرتها هلأ ممكن المسألة تاخد شوية وقت شهرين أو ثلاثة ايه مش مشكلة لأنه احنا أصلا مؤخرين سنتين فعالأقل بتكوني لمرة وحدة عملت داتا صحيحة موسقة وممكن ساعتا يستفيدوا منها الناس اللي لديهم تب إذا من سنتين لهلأ وبعد لهلأ ما عارفنا نعمل هايدي الديتا ما عشان هيك أنا عم أقول انه فيه نوع من عدم الوعي أو المقدرة أو عدم الرغبة أنا بدي أقول يمكن فيه عدم معرفة شان عدم الرغبة اللي هي الموضوع مزاجي إذا بدل ولا ما بدل نوضح الفكرة إذا كان القطاع العام هايدي زيادته القطاع الخاص هاي زيادته وفيه للفقراء العاطلين عن العمل وحتى اللي بيتقادوا رواتب قليلة بالقطاع العام أو القطاع الخاص رح يستفيدوا بس بطل 750 ألف أسرة ولا 500 ألف أسرة صاروا 250 ألف أسرة الغلط بهذا الموضوع أوكي التمويل صار مؤمن من خلال هالقرض لو خفضنا العدد ما فينا نبلش نعطي من خلال التسجيل اللي أنه عمقلك التسجيل لا يعني شيء هو ما عم يعطينا المعلومات الدقيقة لابد من هايدي المسألة بس عم تقول أنه طارت كأنه البطاقة التمويلية طبعا صارت 250 ألف بس بطلنا نحكي عنه بس مين بقدر يطلع يتحمل اليوم أنه يطلع يعلم أنه ما بقى في بطاقة تمويلية الوقت اللي الناس كانت معلقة أمال الكلام اللي نحكم بارك هذا معناه أنه ما عاش فيه طبيعي أنه ما فيش مصاري فيش 556 للبطاقة التمويلية فيها 246 للبنك الدولي لأنه البعض كان رابط الموضوع أنه توقيت إذا بدك إصدار هذه البطاقة وإعطاءها حيكون قريب من الانتخابات النيابية وعليه تصبح أنه كأنه هي بطاقة انتخابية ما هو هذا برأيي أنا إذا بلشنا هلأ نسجل ونحضر تندفع شهرين ثلاثة وبعدين منوقف بتكون بفترة الانتخابات فبكل الحالات أنا برأيي العمل متل ما أنه الدعم كان غلط حتى البطاقة التمويلية بالطريقة اللي عم تنشغل فيها غلط لازم نروح على حلول مستدامة يعني موضوع النقل بارح وزير النقل كان عم يحكي أنه بأشهر قليلة فينا نبلش اليوم في عندهم عم يحكوا أربعين أوتوبيس فين يبلشوا يصلحون فين يجيبوا من فرنسا وبالتالي بيغضون أشهر فينا نطلق خطة للنقل العام وهذا أطلاق هذه الخطة بيخفف الضغط على كثير الناس أنه اليوم كيلومتر إذا أنت بديك تطلع بالسيرفيس السيرفيس بـ 20 ألف ليرة إذا بقت تستعملي الفان حسب المسافات من 20 إلى 60 إلى 80 ألف ليرة حتى إذا بقت تستعملي سيارتك الخاصة كل كيلومتر بتقطعي اليوم صار 2200 ليرة كل كيلومتر 2200 ليرة إذا سيارة بتمشي تقريبا 170 كيلومتر بالتينكي كل كيلومتر صار بيكلفنا 2200 ليرة باحتساب البنزين الزيت الدولي بالبطارية كل المستلزمات السيارة يعني وبالوقت اللي عندك كتير موظفين خارج العاصمة تماما يعني بدون يطلعوا كل يوم وينزلوا بكلفة فلذلك أنا برأيي بأشهر قليلة في نطلق خطة النقل المشترك وبالتالي كالينا عطينا لكل المواطن زيادة مليون ليرة لأنه منكون وفرنا عليه من خلال هذه الخطة تماما وفرنا عليه النقل كله سوف يصبح النقل حكومي بكلفة ودع أنه الوزير يعني عنده هذه الخطة وأعجبت رئيس الحكومة وكان مرهق له إطلالي وضوع الكهرباء كمان إذا مش الحال كمان نحن كل حدا عم يدفع مليون أو مليونين على الاشتراك أو ثلاثة مليون اليوم كمان هيدا ممكن يتخفف فبالتالي ممكن نبلش نفكر ببدائل مدى طويل تماما نحن إذا جينا عطينا سنة وبعد سنة شو عملنا فعشان هيك المشكلة برجع بكرر متل ما بلشت بالحديث مش غلط أنه يكون في أزمة بس الغلط أنه بعد مرور سنتين معناش حلول معناش تصور بس طالما أنه هلأ بعد ما في هذا التصور وهذا الحال غير ممكن هو السؤال المطروح أنه لأي أنت الدولة رح تلت تتحمل تروح على قرارات ترقيعية مثل هيدا الإجراءات اللي عم تخذها يعني وقال لها شو هو تظهر أول شي فيه الخلاف السياسي وفيه بمكان ما يمكن انعدام الرؤية وبعد النظر وشوف الأزمة لوين رايحها وبالتالي كنا عم نتعامل معها يوم بيوم وساعة بساعة أنت كمراقب وباحث اليوم بتصدق أنه في بعض نظر وفيه غياب رؤية بمكان يعني عمل الدولي طب على الأقل اليوم يعني يستفيدوا من الأزمة الحاصلة لوضع إذا بدك أسس ليه علاج صحيح كيف يعني المواطن اللبناني بدأ تركب براسه يعني ما عم بفهم عملك فيه بمكان ما عدم معرفة فيه إنعدام رؤية وبمكان ما فيه أشغال أو أفعال كانت متعمدة للوصول إلى هون أفعال متعمدة يعني فيه إجراءات وقرارات اتخذت كنا عارفين أنه راح توصل لهون يعني مثل عملك إذا كان فيه عندنا 30 مليار رحنا ده بددناه هون صرنا عم نحكي هلأ ب13 مليار هو علننا أفلسنا صرنا عم نحكي يعني تبدد 17 مليار ما حدا عارف كيف تبددوا هون 17 مليار عشو وكيف في حين أنه كان لازم أول إجراء ينعمل حدا يعني فيه أمور لبنان منه اقتصاد معقاد وفايد مش هالبلد الكبير يعني صحيح أول إجراء كان ينعمل ينعمل يوقفوا السحبات يضبطوا العلاقة بين المصارف والزبائن يبلش مصرف لبنان يعيد الأموال للمدعين وبالتالي كنا خلقنا سيوري بالدولار وطلعنا من هاي الأزمة بالعكس كنا كل شي عم نعمله حجزنا الدولار اخترعنا قصة 3900 كل يوم منصة بلشنا ب 3900 بعدين قلنا منصة 12 ألف بعدين عملنا سايرة في 17-18 ألف وعملنا شي وقت لقلنا بهذا قرد البنك الدولي بندفعه بالليرة 6240 صرنا كل يوم نعمل فوضى بالأسعار وكأننا عم نرتجل وبالتالي القيمين على السياسة المالية والمصرفية في لبنان إما أثبتوا فشلهم وعدم كفائتهم وإما أثبتوا تواطئهم وتأمرهم وبالحالتين هن مسؤولين سلافت بيطلعوا بدافعوا عن أنفسهم وبيحطوا الإيجان لتحقق يعني اليوم مثلا الوقت اللي بتيجي أموال للبنانيين عبر المكاتب التحويل الإلكتروني الوسترن يونيون أو غيرها أو غيرها بدي أذكر شركات أوكي بيأخذ مصري في لبنان قرار أنه لا ما تدفعون بالدولار تدفعون باللبناني بطلت الناس تتحول على أي أساس أصلا يصدر مثل هذا القرار وقفت الناس تتحول مني سان لا هاب رجعنا عن القرار من فترة كمان رجعوا نفس الخبرية بدنا قالوا الناس ما رح نحول قاموا أصحاب الشركات تتصلوا إذا بتاخدوا هالقرار بتبطل تجي التحويلات فعمليا برجع بإليك أو هناك جهل وفشل أو هناك تواطئ وقرار متعمد بالوصول إلى هون يعني أرار متعمد شو لإيصال لبنان إلى مرحلة من الانهيار الشامل حتى نبلش نطرح حلول تقبل فيها يعني مثلا تنعطيك الشغلة قبل بكم سنة كان إذا بتحكي عن الخليوي أو الكهرباء أو غيرها شغلة كبيرة اليوم مش عم تحكي عن هاو هاو دي تجاوزنا هون عم نحكي عن الأرض اللي بتملكها الدولة يمكن عن البناية اللي بتملكها الدولة من بيعة ولا من خليها فعمليا وكل شيء هذا مقبول فاليوم مثلا مين كان يقبل انه زيادة تنقول سبع صفيحة البنزين صارت 300 ألف و 312 ألف وكله مشي كنا بس نسمع نفكر انه ايدا شيء بالخيال بس نزكر كل الازمة الانطلاقة بلا شيء تعقصت هايك 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 الزريعة كانت فعشان هايك أنا عم قول حتى نختم بهيدا المحل انه او هناك جهل او هناك إرادة متعمدة بالوصول الى هون والقيمين على هاي السياسات المالية والاقتصادية يفترض ان يحاكموا يفترض ما يبقوا ولا لحظة بمواقعهم شو ما كان السبب بس المشكلة كل واحد موجود بموقع فيه طايفي وراه اذا قلت بدي شيلها من طلع شو طيفته شيعي يعني بدي قوموا الشيعة اذا طلع ماروني يعني بدي قوموا لموارني في حين انه هاو دي الناس اساءوا للشيعة ولا لموارني ولا السنة ولا دروز اساءوا لكل الشعب اللبناني بس مع الاسف لانه هادا النظام الطائفي بغطيهم كلهم سوا بقيوا بمحلاتهم اليوم انا برجع بذكر قولي فيه موظف شيعي بدي شيله مسؤول بالموضوع المالي لحتى تقوم الشيعة كلها سوا او لموارني نفس الشيء فهدا غلط وعيب يعني عم تكي عن نظام الطائف وهذا دا اللي نحنا لحد الان بعدنا ماشيين عم تقودنا الطائفية والتعصب الطائفي مش عم تقودنا مصالحنا ومستقبلنا طيب اذا بدنا نحكي بان هيدا الجانب لانه في هذا النظام وهذا الواقع الطائف والماذا باليوم طيب المواطن اللبناني الموجوه لهو اذا بدك اليوم الوجع يشمل جميع ما هيدا الوجع مش عم بيكون يعني لطائفة على حساب طائفة اخرى اذا هيك كدراسة اليوم يعني او اذا بدي بلش انطلع لأفهم انا انه كيف اليوم شعب بيتعرض لكل هذا النوع من الاذلال والوجع والافقار والسرقة والنهب والفساد وكل هيدا ولياتور مش لياتور يرضى يقبر كيف بيرضى لانه ما في شعب في شعوب يعني الشعب بيكون عنده شعب وفي وطن وفي اهداف نحنا مجموعة شعوب كل واحد بيفكر بطيفته كل واحد بيفكر بمنطقته هذا الشي منهم اليوم هذا مع الاسف من اجيال واجيال ومستمر وبالتالي نحنا مش قادرين بالرغم من انه كلنا سوا بالمشكلة مش قادرين الا نفكر طائفيا بهاي المشكلة مش قادرين الا نفكر مذهبيا بهاي المشكلة وبالتالي كل اللي صار ما شفنا اي شفنا قبول اليوم خدر اليوم خدر الشعب طائفيا ومذهبيا كيف الشعب اللبناني مشكلته بيرفض وبيصرخه وقاعد بالبيت اي واذا تصرخ نزل على الشارع بتنزل تكون نزلته غير منظمة وغير مضبوطة هان دايما انا بحكي شغلي بالالفين وثلاث عش وقت البدندنا بلاش نمدد لمجلس النواب ملنا بالدولية للمعلومات استطلاع تبين انه 72 بالمية من الشعب اللبناني يرفض التمديد لمجلس النواب مجلس انتخب بالالفين وتسعة لازم بالالفين وثلاث عادتخابات هدا استطلاع ينا لازم الناس تعبر عن رأيها واز يوم التمديد قدام بناية النهار كان في قوى جيش وامن داخلي وامن عام وقصة كبيرة وعساس انه لازم اذا عم نحكي 72 اذا فيه 4 مليون لبناني موجودين بلبنان يعني لازم يكون له شي مليونين وثمانمية الف انسان بالشوارع لا مئة الف خمسين الف اللي كانوا موجودين خمسين واحد وجيش وقوى امن ومجموعة ناس بيشتغلوا مع الاجهزة الامنية كان في شي مئة واحد موجودين بس لا يعبروا عنه رفضهم في حين انه الاستطلاع بيان انه 72 بالمية يرفضون التمديد فالمشكل انه الشعب اللبناني بس ليه هون كمان لانه اليوم اذا بدك ما بيوثق المواطن اللبناني لو انزلت ما هغير بيقلك يمكن ضر فلان يمكن سيئ فلان يمكن جار يعني فعشان هيك اللبناني مستعد يرفض ويحتاج بس خليه قاعد ببيته وحتى وقت اللي بدو ينزل عالشارع بينزل بطريقة غير منظمة ولا تؤدي الى الهدف يعني وقت اليوم بي انا بفهم انه الناس تحتاج بس وقت اللي بتنزل وبتقطع الطريقة عمين اطعطع اطعطع الناس اللي هني اصلا متضرنين فبالتالي ما في احتجاج منظم ويوصل الهدف هذا اللي وصلنا للي نحنا فيه اليوم ومع الاسف نحنا مستمرين بهذا الواقع بالانتخابات الى حين الى حين معروف مسمى لا اكيد لا يعني اليوم اذا نحنا نراهن على الانتخابات انتخابات ان شاء الله تغير فينا الراهن على هذه الانتخابات بس اليوم على اي اساس بدك تروح الى الريهان على تغيير بالوقت اللي انت يعني من 17-20 لليوم ما قدرت كمان اذا بدك تعمل شي اسمه قوة تغييرية لتحل محل اليوم الموجودين حالية غير مهذا اللي بتالي فشلت بهذا الموضوع يعني عشو بنا الراهن فنحنا اللي بدي اقوله انه هايدي الواقع كلنا سوا عم نعاني منه الاسعار التفعت البنزين واخطر شي كان موضوع الدواء انا بفهم كل شي كان ممكن يقطع بس اليوم صحة الموت انصرت لخطر خصوصا انه ما في بدائل يعني البنزين هذا الوزير استعمل شي تاني بيستعمل السيرفيس الكهرباء بتستعمل الشمعة دواء برأيك شو البديل اللي قد يطرح فيه النا روحوا عملوا عشي عشب لا لا المشكل هوني انا 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 اقول كله في بدائل لاله الا موضوع الدواء هذا موضوع الدواء كتير خطير لانه مثل ما قلت البنزين يهدد حياة الناس البنزين فيه يروح امشي في استعمل البسكليات في استعمل السيرفيس فيه اطلع مع جارة الكهرباء نفس الشيء الماء كله ممكن يوجد بدائل ويتأقلم مع الانسان الا من موضوع الدواء خصوصا مثل ما احكينا انه احنا خمسة وخمسين بالمئة من الشعب اللبناني ما عندهم القدرة انه يأمنوا اكلهم فما بالك بالدواء هذا الارتفاع وصلنا لمحال انه رفع الدعم عن الدواء ولازم يرفع من اساسه بس نجد آليات وبدائل فيه بديل او بوفي خطة مسهولة يعني عمليا نحن عم ندعم الدواء ما كان عم يستفيد منه المواطن او فئة معينة استفادت منه جينا نحن اليوم بطريقة سريعة انه رفعنا الدعم عن الدواء اوكي في بدائل ممكن وزارة الصحة مصري في لبنان الصيادلة الضمان الاجتماعي يوفروا هاي البدائل ويضعوا آليات جديدة بحيس انه يقدر الانسان يكون فيه يتعدل يمكن قانون الضمان الاجتماعي نوجد صندوق انموله من خلال انه يقدر يوفر الفرق بين سعر الدواء. هنسأل عن هذه البدائل وشو فيها اليوم الوزارة تعمل يعني وكيف بده يكون موقف الحكومة بهذا الموضوع طالما بارح سمع يعني اذا بدك احتجاج كبير ورفض انه ما في قدرة انت اليوم عم بتمس بصحة المواطن بحياته بشكل مباشر. بده اطلع بفاصل ومن ثم نتابع هذا الحوار موسيقى 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 يعني استاذ محمد خلصنا اول بارت اللي هي بتوجع يعني كل ما بنا نشرح اكتر كل ما بنا نوجع اكتر للأسف بس اللي بيوجع يعني وكنا عم نقول انه هذا الرفع للدعم وحضرتك عم بتحطه بين خيارين يعني اما انه اليوم فيه سوق ادارة وقلة معرفة ودراية وعدم موجود بعض نظر واللي هيدا يمكن شوي يعني الواحد بيقدر يستبعده انه اخر شيء دول لا يعني اذا بدك تدار بهذا الشكل واما انه اليوم فيه تعمد لايصال لبنان الى مرحلة من الانهيار الشامل لا بعدين اتبلش الحلول ولكن وفق قواعد محددة بس التوقيت اليوم لما يعني منشوف دايما توقيت مرتبط بحدث ما ما بيطرح كمان علامات استخدام بلا هي بيفرجيك انه فيه هدف لنوصل الى ما هو اصعب عاملك انا قبل بسنتين كانوا يحكولك عن شي ما تقبلي هلأ شو ما بدك اقبال بس خلصني هو مش قصة ما تقبل ما تتصور انه قد تصل لهون يعني ما تتخيل بموضوع رفع الدواء متل ما حكينا انه فيه اكترية الناس مش هتقدر تدفع الدواء رح يصير فيه جمعيات ورح يصير فيه مساعدات بس كله هذا لا يفي بالغرض وهذا كله مؤقت ولي فترة معينة واول مؤسسة تضررت بهذا الأمر هو الضمان وتعاملية موظفية الدولي كيف؟ لانه اليوم الدواء تنقل مغطى او على 75% اذا كان حقه 100000 دفعنا 75000 اذا صار حقه مليون بندفع 750000 فبالتالي اليوم اول مؤسسة هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والأمومة اكيد ما عاش قادر يكفي بهذه التقديمات او بده يعدل بحيث انه الدواء اذا حقه مليون ليرا يدفع لك 200000 ليرا يعني كأنه ماشي كل المواضيع كان بيسوى تقطع مثل ما حكيت كله كان بيسوى يقطع ويتحملوا انه الشعوب عادة ان تتكيف اذا بدك مع الازمات والانهارات ما كان لازم يقطع بهذه الطريقة المرتجلة لأكيد راح تبلش نشوف تداعياتها بالأيام القادمة شي يعني منشوف تداعياتها عندما حضرنا ومنقول تداعياتها يعني صار في حياة مواطنين بخطر فيه ناس راح تتموت من ورا فيه ناس راح تتموت فيه مرضى هيكبلشوا بحالة معينة ويتفاقم المرض عليهم اكتر واكتر هنشوف فيه اغلاق للسيدليات هنشوف فيه كل الوضع الصحي راح يكون بحالة انهيار لانه اليوم يمكن فيه مريض بده دواء ما اخده يصير بده مستشفى يعني كل المسألة فكله كان بيسوى كل شي عم يتعرضوا اللبنانيين من جرائم بحقهم من سنتين انه اليوم كان بيسوى يمرق ومسكت عنه الا موضوع الدواء لانه هايدي صحة الانسان كيف تتوقع ان تكون ردة الفاعل كمان بتمرق مرور الكرام يعني منقدر نتكيف ما بتقول انه ما في احتمال للتكيف سرى المسألة اربعة وخمسة ايام بدنا ننطر شوية لنشوف الناس كيف بده يتفاعلوا مع لانه اليوم فيه ناس يمكن عندهم دواء بالبيت بعد ما احتجوه فيه ناس كانوا مخزنين لهم كم علب الدواء شايفين لانه رفع الدعم جاية وبالتالي ممكن بدنا وقت شوية لنشوف ردي تفعل الناس لهوذي الاسباب بس برجع بقلك انا ضد استمرار الدعم ورفع الدعم مش ايه مش يعني الدعم متل ما هو كان مبلش كافيين غلط ورفع الدعم بهاي الطريقة كمان غلط ماذا فيه االية تنعمل انا مني خبير بس اكيد الناس المعنيين بالضمان بتعاونية موزفي الدولي ووزارة الصحة ومصري في لبنان قادرين يوجدوا االية تضمن انه يوصل الدواء للمستحقين ولل اكثر حاجة بحيث انه ميموتوا هوذي الناس برجع بقلك المسألة بتبلش انت مريدة بدك دواء ما اخذت الدواء صار بدك مستشفى معش فيه محلاك بس ميم يقدر يتحمل اليوم اذا بدك وزر قتل الناس لأن هذا قرار يؤدي إلى موت يعني أنت بطريقة أو بأخرى عم تاخد قرار بالقتل طبيعي الناس اللي أخدوا هالقرار من دون ما ينتبهوا لحياة اللبنان ويعرفوا أنه اللي أخد قرار وعرف أنه هالدواء صار حقه 200 ألف ليرة وبدك 3 علب بالشهر صار بدك 600 ألف ليرة حق الدواء والحد اللي أدنهو 675 ألف ليرة أكيد هذا مش عايش مع الناس ولا عارف هموم الناس لذلك أنا برأيي هوني لازم يكون في تحرك إذا بدك أكتر من شعبي حتى النواب اللي هني رايحين على الانتخابات معنيين يتحرك ويوقفوا هذا اللي عم بيصير الحكومة صحيح أنه هي مش عم تجتمع بس هي معنية لأنه هي بموقع المسئولية لو مش عم تجتمع لأسباب ما بعرف شو هي سياسية بس هذا أمر بمس حياة الناس وبرأيي أنا ما لازم يقطع وكلها كلفة الدعم أو كلها فاتورة الدواء هي لنذكر هي مليار ومئة مليون نزلها هلأ ثلاثمية وخمسين مليون لا لا سبعة وخمسين مليون فعمليا فيه بمكان ما بالأشهر الماضية كانت ترتفع الفاتورة لأنه فيه تجار عم يجيبوا ويخزنوا فأول شي لا الدعم مثل ما كان غلط بدنا نرجع نوضع هاي القالية لتوصل الدواء المدعوم للشخص المستحق لا ياخدوا الصيادلة ولا ياخدوا التجار ويرجعوا يبغولها بره طيب حكينا بهذا المنطق يعني كتير اليوم وكان وقت الاحتكار ومنعرف شو كان عم بيصير ما قدرت الدولة تفوت على مستودعات يعني أستاذ محمد فنحن عم نحكي عن مليار ومئة مليون هؤل مليار ومئة مليون ممكن ينشاف قديش عدد المحتاجين شو هي الأدوية وتنوضع علي بأيام ما بدأ سنوات لأنه كله القطاع معروف وفيه صيادلة وفيه مستوردين وفيه وزارة صحة قطاع معروف عملتوا دراسة عن نسبة الاستيراد اللي حصلت خلال هدين العمائل للأدوية والليه كانت أكتر بكتير من حاجة السوق لأنه رتفعت لأنه كانت الدواء مدعوم والتجار عم بيستوردوا وعم بيخزنوا ليبيعوا بعد ما رفع الدعم والدليل مصاب اللي عم بيقول إنه هذا مش مدعوم ولا مش مدعوم كلها رتفعت الأسعار فعشان هيك أنا عم بقول هالمليار ومية مليون يمكن يتخفضوا للمحتاجين فقط من خلال تعديل قانون الضمان إنشاء قسم خاص للفقراء والمحتاجين وبالتالي نبلش نعطيهم إلن واللي بيقدر يدفع الدواء يدفع لشو قدي سارت نسبة الفقراء والمحتاجين عم نحكي عن 55% من الشعب اللبناني بعدهم 55% أكيد زادوا بهذا الواقع بس خلينا نحكي بهالنسبة اللي هي موجودة نبلش نأملهم الدواء بالسعر المدعوم وبحيث إنه مايروح لا للتجار ولا للتهريب ولا لغيره وهيك بنكون حلينا هاي الأزمة لأنه هاي الأزمة مثل ما عم قلت لك بلش يتهلأ هاي الأزمة رح تتبر حتى تفاقم مثل ما عم بتقول مش رح تصغر لأنه عم قلت لك الناس عندها شوية الدواء بيوترستا مش حاسة بعد بالأسعار الجديدة بعد اسمعين أو تلاتي يتبلش تشوف المشاكل كيف رح تصير مرضى ميموتوا أو مرضى الدواء كان بيعلجهم بيصير بدون المستشفى يعني بتصير كل فئة وفي عدم قدرة أصلا على الدخول يوم إلى المستشفى وبالتالي الدعم الدواء متل ما كان للتجار غلط يفترض هاي الألية تنوضع لأنه اليوم إذا نحنا ما حافظنا على حياة اللبنانيين مش لازم يبقى في دولة ولا يبقى في نظام أصلا فعشان هيك برأي اللي أخذ هاي الأمر من دون أي دراسة هو ارتكب جريمي بحق اللبنانيين ولازم اللبنانيين يحاسبوه على جريمته اللي ارتكبها بحقهم صاروا كم جريمي دخلك؟ على الأقل كل هاي ديك الجرائم بتقطع البنزين بيقطع السوف اللي وقفت أشهر وأشهر الزل بيقطع الكهرباء اللي مش عم تيجي إلا خمس ساعات أو أربع ساعات أو إذا بدك ساعتين كمان بتقطع السوق السوداء بتقطع بس بهذا الموضوع ما لازم تمرق الأمور هاي دي خصوصا أنه الأرقام واضحة السوق معروف والأمور محددة ما لازم تقطع أبدا بهذا الوقت كان في شي عم بيصير اللي اسمه حليب الرضع اللي ما حدا عم يحكي عنه اليوم شو يعني تصبح كلفة إطعام رضيع بأرخص نوع من حليب الأطفال بيساوي لحد الأدنى للأجور أستاذ محمد اليوم رجانة حمية بالأخبار بتحط أسبوعيا يحتاج الطفل الرضيع لعبوتين من الحليب 8 عبوات شهريا 744 ألف ليرة شهريا لنطعم الرضيع ها وفق حسابات السعر الأقصى بيصير بدك 1.800.000 ليرة حليب لأولادك لأبنك الرضيع عم بقول أنه هاي دي ما لازم تمرق أبدا ممكن أنت تقولي للشاب أو للإنسان البالغ ما تاكل بس فيك تقولي للطفل ما تاكل يعني في جريمة بكل المقييس الإنسانية كيف ما عدت في سوق تغذية كيف ما عدت فكرت بالموضوع في جريمة عم ترتكب أنه أنا جيت قلتلك بديش أعطيك مصاري وبديش إدعم الحليب وبديش إدعم الدواء أو إذا بدي إدعون بدي إدعون بطريقة عشوائية يستفيد منها التجار مش الناس وبالتالي حطيك بين محلين أو منتكفي بقالية الدعم الغلاط أو بوقف الدعم لا في حلول تبوش عم يعمل آخر شي هذا المعني اليوم المسؤول اللي هو عم يأخذ أجاره أو شايف 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 عاشه آخر الشه هو شايف يشتغل معملك أنا عم قول أو هو فاشل أو هو متواطئ وبالحالتين مش لازم يبقوه لذلك أنا عم قول المعنيين بالملف المالي والاقتصادي بهالبلد من سنتين لليوم لازم كلهم يكونوا موضع حساب مش قدام قضاء لبناني لأنه مع الأسف ما حدا عم يوصق بقاء بالقضاء اللبناني قدام قضاء دولة يحاسبون شو عملوا بحق اللبنانيين كلهم سوا من دون استثناء لا طايفة ولا مذهب ولا فلان مدعوم ولا فلان مش مدعوم حتى لو بتطلع صريح كل زعماء الطوايف لازم هود الناس اللي كانوا مسؤولين على الملف المالي والاقتصادي من سنتين لليوم يكونوا موضع مسائلة لأنه أو هن فاشلين أو هن متواطئين وصلوا الناس وصلوا الشعب اللبناني لهيدا الحالة اللي صارت شو ما بتقيله للبناني اليوم صار بيقبل وبدال الهيال بلشنا نحنا فيه شغلتين بلشنا نشوفهم هني هني ارتفاع نسبة الجرائم هلا بيسا لكن معدلات القتل والسرقة بسبب الأزمة ارتفاع جرائم السرقة ميتان وخمسة وستين بالمية قتل مية وواحد بالمية سرقة السيارات مية وثنين و ونعاش بالمية أربعة وسبعين بالمية ميتان و ونعاش بالمية ميتان و ونعاش بالمية فاليوم بلشنا نشوف نحنا عملنا مقارنة طبعا هايدي مش أرقام من عندي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عندها أرقام وهي الأرقام من أرشفها ومنرجعها فإذا أخذنا أول عشر تشهر من 2019 يعني وقت كان الوضع بعده مستقر أخذنا أول عشر تشهر بال2020 وأول عشر تشهر بال2021 وصلنا عملنا مقارنة عشر تشهر بال2021 مقارنة بال2019 طلع عنا جرائم السرقة ارتفعوا من 1314 جريمة ل 4804 جرائم يعني بنسبة 265 بالمية يعني كل يوم في عنا 16 جريمة سرقة كل يوم 16 يعني كل يوم مقارنة بال4800 كمتوسط خلال الأشهر العشر جوعنا أخذنا سرقة السيارات كان عنا بأول عشر تشهر بال2019 لتشهر بالمية واربعة وخمسين سيارة ارتفعوا بأول عشر تشهر بال2021 لألف وسبعة وتسعين سيارة يعني بنسبة 212 بالمية يعني كل يوم عنا 4 سيارات عم ينسرقوا بس اليوم في شي جديد كمان دوليب السيارات والبراغة لا لأنه اللي قادر يسرق سيارة مش رح يسرق دولاب فعمليا لا يروحوا يبعوهم كما بدون سيارة كلها فعمليا وقت اللي عم ينسرق بلبنان هو صافي السيارات عم ينسرق أكتر أو الأصحاب العليا عم يقدروا يسترجعوها أو القوى الأمنية عم تقدر تسترجعها صافي السيارات المسروقة طلع زاد 212 بالمية بمعدل تقريبا 4 سيارات يوميا تصوري كل يوم عم ينسرق 4 سيارات فيه مناطق أكتر من مناطق لا هي كل المناطق بالتساوي لا فيه مناطق أكتر بس أنه زاهرة بتشمل الكل جينا لجرائم القتل كمان كانوا عنا 90 جريمة قتل من أول 10 شهر بال2019 وصلوا هلأ ل 179 تقريبا زيادة 100 وعم بتكون على خلفية محددة تكتر بيع على خلفية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فهيدا الوضع بفرجيكي قديش صرنا نحنا إذا استمر هذا الوضع بزام خطر يعني لأنه اليوم صارت كل يعني أنا عم بقول شو خفان منه أنا يصير من يملك بلبنان هو هدف لمن لا يملك أو لمن كان يملك وفقد الشيء يعني يعني الناس اللي يعني عم بتقول الناس اللي مبقى معها قد تكون هدفها بالمرحلة المقبلة الناس اللي بعد عندها مش شو والله عم بتروح توجه كمان يعني احتجاجها أو غضبها خفان أنا إذا استمر هذا الوضع لأنه هاي الأرقام رسمية هذه طالعة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومنشورة بمجلة تبهون الدولي كيف تتحرك لوضع حد لمثل هذه المعدلات ما فيه أدراء لسيء بسيط ما فيه أدراء على إرتاء الأمن اللي عم يعملوا هاي القصة هني عصابات هاي العصابات كانت ممكن بالفترة الماضية تلاقي مثلا عشرين ثلاثين واحد ينضموا لإله اليوم نتيجة الحاجة يمكن فيه واحد مش عم يلاقي حليم شو المانع بيروح بينضم لعصابة جب لي المصاري فهاي الحاجة يعني مش عم بقول أنا يعني الحاجة بتحول الناس تماما 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 إلى مجرمين لأنه خصوصا الحاجة بتقتل بمحلات معينة فأنا خوفي إذا استمرت هاي المسألة هاي العصابات المنظمة تستمر تجيب ناس أكتر وأكتر تتوسع يعني تجيب ناس أكتر وأكتر وبالتالي يصير الوضع الأمن غير قابل للمعالجة فاليوم القوى الأمنية موجودة بالرغم من المشاكل بس بمحل معين خلاص وقت بتصير الجريمة كبيرة وبالتالي خصوصا أنه في ناس يعني ممكن اليوم يكونوا عم يرزدوا مجرمين بس أنا عم أقول في ناس يمكن يقدموا على ارتكاب السرقة وهن مش بخانة المجرمين الظروف دفعتهم ليكونوا هاي لا يصيروا مجرمين يعني كمان عم بحاولونا لنصيروا ناس مجرمين بمطر لكان هيدا أول ظهرة خطيرة الظهرة التانية هي موضوع الهجرة والسفر طبعا اليوم الهجرة والسفر مسألة قديمة بلبنان من سنة 1854 بس اليوم عم ينحكي عن الثالث أكبر هجرة أنا مش عارف وين الأولى وين الثانية حتى الثالث إذا بدك تحكي وقت الحرب عادة فيه الأسباب الاقتصادية والأسباب الأمنية فاليوم المشكلة في عنا وضع أمني يمكن مقبول بس في عنا وضع اقتصادي بحالة انهيال بال2018 وصل العدد اللي هاجروا تقريبا 19 ألف بالالفين وتسعة عشر ستة وستين ألف وستمية كنا متوقعين بالالفين وعشرين نتجاوز المية ألف حصلت كورونا أقفل لبنان أقفل الدول العالم معتي فرص عمل انقفض العدد إلى سبعة عشر ألف وسبعمية وعشرين بالالفين وعشرين بالالفين وواحد وعشرين بالأشهر الأولى لحد شهر أيار كانت الأعداد ألف ومئتين وشي أعداد كتير قليل يعني ألف ومئتين وثلاثين واحد بينما حزيران تموز قاب أيلول تشرين بستة الشهر الماضية صار عنا خمسة وستين ألف هوني كمان مرتبطة بالشباب اللي راحوا لأكمال دراستهم لا غيرهم لأنه اليوم ما عاش حدا عم يروحوا يكمل دراسته إلا عليه لأنه صار فيه صعوبة بتوفير أموه صحيح بس فيه ناس خلص فلت مواء بده ترقى فعشان هيك وهودي لا يدخل باحتسابهم اللبنانيين اللي عندهم جنسية دولة تانية وراحوا لأنه اليوم إذا فيه لبناني معه جنسية ألمانية أو فرنسية أو أمريكانية راح هذا لا يعتبر يعني وقت اللي غادر ما غادر كلبناني غادر لأنه رايح من بلده اللبناني إلى بلده فعمليا هذه الأرقام خمسة وستين ألف رقم كتير كبير وهلأ بالأشهر القادمة راح يزيد يوم بيكفي إذا حدا بينزل على ساحة الشهداء وسط بيروت في مكتب هونيك للتأشيرات يمكن ثلاث أو أربع سفارات كل يوم الصبح بيكون فيه متين أو ثلاثمائة واحد هذا غير اللي بروحه على المقرات تبع السفارات هذا بس مكتب لثلاث سفارات غير اللي بروحه على سفارات أخرى أو خلينا نشوف المشهد قدام الأمن العام لطالبي اليوم يعني لا يعملوا جوازات سفار فعشان هيكي هاو دي زاهرتين كتير خطيرين للسرقة والقتل والهجرة الهجرة هي حلة مشكلة البطالة بس في حال كانت بأعداد كتير كبيرة هيدا بيعملوا الفجوة بالهرب السوكين يعني صار فيه ناس موجودين بلبنان مش قادرين يشتغلوا ولا يعملوا شي والقادرين يشتغلوا فلوا وبالتالي بيصير البلد بوضح بحاجة إلى يد عاملة جديدة فهوني الأزمة هلأ نحن عم نشوف الهجرة بس كانو عم بيصير فيه نوع من أفراغ البلد يعني حضرتك عم بتقول انا هلأ عم نشوف الهجرة انو منيحة عم يسافر لا يبعت مساري صحيح بس على المدى الابعد انو اه هاو دي فيه ناس موجودة هون ما عاش قادرة تعمل شي بده مين يجي يشتغل ليمشي البلد بده حدا يحل محل يعني بدنا يد عاملة اليوم فعشان هيكي وخصوصي انو اكتر من سبعين بالمية من هاو دي الناس اللي عم بيفلو هن من الفئات الشابة يعني من خمسة وعشرين لأربعين سنة وبالتالي هون المشكلة الكبيرة هون شرط العلم الاجتماعي عادة بالهرم السكاني هيدا بيعمل فجوة اساسية بالهرم السكاني عشان هيدي مشكلة هودي المشكلتين كتير كبار بس هوني نقطة يعني ليه اعتردت عموضوع الهجرة التالتي يعني كتير عم نقرأ عنا هوني شو اللغط لا اذا بنا نحكي بالمجاعة مثلا او بالحرب هوني بصير في نسبة هجرة عالية انا مش اعتردت لا حدا اطلق الهجرة التالتي انا معرفت اين انت كانت الاولى على اي اساس من التالتي يعني لبنان موجات متتالية من الهجرة يعني اذا بدك اذا بدنا نحكي بالحرب العالمية هجرة اوكي اذا بدنا نحكي بالمجاعة بالمجاعة بحرب 75 هجرة اذا ما نحكي بعد انتهاء الحرب من التسعين لما بعرف للألفين وخمسة هجرة بحرب تموز كان في موجة هجرة من وقته لا هلأ فيه يعني انا حدا اطلق بس انا شخصيا ما كنت قادر افهم يعني برايك ما كان فيه دقة بهذا انا مثلا اكتر من حدا مش معترت بس انا شخصيا بفهمت انت كانت الاولى وانت تكني اللي حتى نحكي عن تالتي لبنان موجات متتالية من الهجرة ايه بس اليوم النسبة الاكبر مثل ما حضرتك عم تقول يعني فيه هون ارقام هيدا الارقام بدل انه فيه عدد كبير يعني ممكن من 2019 كانت اكتر كانت ستة وستين الف هلأ اوكي رح نوصل لأكتر من 2021 بس انا يعني اعتراضي على الهجرة التالت انا بدي اقول لبنان تاريخه موجات متتالية يعني مين حدد انه هذا الرقم هو هذا بس اللي اعتراضي لذلك انا بدي اقول لبنان موجات متتالية من الهجرة من 1854 لحد اليوم هذا اعتراضي بس هون بس يعني توخيا للدقة مثل ما حدرتك عم بتقول كلنا صرنا عم نحكي الهجرة التالتة طيب حدا يقل لي ايمتا الاولى وايمتا التانية صحيح الفكرة طيب لكن في هذا الموضوع له يعني تداعياته الاجتماعية و له تداعياته على الواقع الداخل لبنان كما حضرتك عم تقول من انطلاقة من ارتفاع معدلات القتل والسرقة وهون كمانا نحكي عن الانتحار باللبنان اللي هو 139 حالي سنويا طبعا هلأ الموضوع الانتحار كتبنا عنه كمان هو متراجع وهون يمكن في نوع من التضامن الاجتماعي في ناس بطل تكون لوحدة في ناس عم تقعد مع بعضها اكتر يمكن بالوقت اللي يكون كل انسان مشغول هلأ لأ صار فيه وقت اكتر صارت الناس عم تقعد مع بعضها عم تفهم بعضها عم تعرف ان المشكلة مش بس هي عم تعاني منها صارت مشكلة مش مركة هذا السبب لانه نحنا عدنا نبحث انه ليش قعدة انه كل هالأزمات الانتحار متراجع كيف يعني لو متراجع بشكل بسيط شو عادة يرتبط بالموضوع الاقتصادي والمالي طبيعي انه واحد عنده ازمة شخصية ازمة عاطفية بس بكل الحالات هذا التراجع قعدنا نبحث انه سببه انه في نوع من التضامن الاجتماعي الناس عم تقعد مع بعضها اكتر عم تحكي مع بعضها اكتر عم تشوف انه كلهم بالأزمة سوا وبالتالي يمكن هذا كان من الاسباب على اكيد يمكن في حدا يمكن اكتر مني خبرتا ممكن يتحلل الاسباب بس انا بعلمي المتواضع بهالمجال هيك بفهمه يمكن يكون في حدا افهم مني بهالمحل لانه طرحنا السؤال على خبير اقتصادي يعني ان كانت الاخبار حتى كمان اذا بدك بهذا الاطار وكان الجواب انه ما في رابط عادة بين الواقع الاقتصادي المتردد او المالي وبين نسبة العلمة انه كيف في دراسات تقول انه بالأزمات الكبرى اللي مرت فيها الكثير من البلدان بيصير في نيارات مالية بيصير فيه يعني نسبة انتحار حتى بس نرجع كمان نذكر انه الازمات نعرضها دايما انه موضوع الرواتب والأجور كيف صار في لبنان لانه هذا معضل حرام يكفه مثل ما بسهول لما انت بتتمرق بمرحلة يأس مرحلة فقدان للأمل بيصير عندك عوارد اذا بدك بما يتعلق بالجانب النفسي تحديدا زادت نسبة مرضى الاعصاب بهذه الفترة تناول الادوية الاعصاب هذه كتير كمان مهمة لما في لبنان بتقعد معه يعني ما بيحكي بهذا الاطار انا صراحة يعني ما عندي ما عندي معلومات عن هالموضوع بس رجعنا عملنا شيعة من حدثه دايما قصة الرواتب والأجور منشوف انه هاي الليرة اللبنانية اليوم تآكلت من الف وخمسة لتلاتة وعشرين يعني تآكلت القدرة او تراجعت المتا بالتسبة تلاتة وتسعين بالمية والحد الأدنى للأجور دايما بنعمل يعني منشوف انه مثلا تلاتة وتسعين المية نعم تقول انه خلص من حدمت القدرة الشرائية يعني المليون ليرة صارت سبعين ألف يعني المليون ليرة صارت سبعين ألف شرائك منحسه مثل مونوبولي فعشان هيك منشوف انه مثلا الرواتب كيف صارت اذا بدنا ناخد الاعلى مثلا المدير العام بالدولة اللبنانية الي هو بالدرجة الاعلى لانه المدير درجات بتبلش من واحد لتنين وعشرين اذا هو بالدرجة الاعلى بالدرجة الاولى عفوا كان راتبه 4 مليون وخمسمية يعني كانه 3000 دولار هلا صار راتبه 195 دولار اذا هو بالدرجة الاعلى كان راتبه 9 مليون ليرة يعني 6000 دولار هلا صار راتبه 395 دولار يعني ماشي الدباط القضاة القاضي مثلا اذا بدنا ناخده القاضي اللي هو اعلى درجة كان راتبه 9 مليون و350 الف ليرة يعني كان 6200 دولار اليوم 406 دولارات القاضي اللي بدوا يحكم بالعدل بالعدل بملفات احيانا يمتها مليارات الدولارات هو لما كان راتبه القد محاكم بالعدل العسف يعني فعمليا الاستاذ الجامعة اللبنانية صار راتبه 367 دولار بالدرجة الاعلى فاذا كل الرواتب نهارك وهذا بيخلي لبنان اذا بدنا نعمل بأي مرتبة سرنا نحنا منشوف مثلا انه اذا مناخد اخر الدول مثلا موريتانيا 111 دولار لحد الادنى تشاد 110 بنجلاديش 95 كوبا 80 افغانستان 67 سيرلانكا 62 انجولا 58 دولار جامبيا 37 دولار اليمن 35 دولار لبنان 30 دولار وبالتالي صرنا بعد في من احنا ملاوي ملاوي 27 دولار أثيوبيا 26 دولار وأريتريا 24 دولار نحنا اكتر منهم بأربعة دولار والسودان 12 دولار يعني صرنا نحنا بالسلم الأدنى في مسؤولين لبنانيين عندهم هايدي المعلومات يعني عم تصلوا موجودة هايدي موجودة عم بيشوفوها طبعا هايدي الأرقام موجودة وأكيد هايدي معاشت حسبت على سعر 23 ألف ليرا الدولار وبالتالي أكيد هايدي الواقع موجود وأي حدا بيعمل الحساب بيعرفوا عنديش بيكون في عندهم موقف عادة يعني بيطلعوا بيقولوا انه ما عملك أنا مش عم بفهم اللي عم بيصير يعني في حدا مسؤول مش عم يقوم بمسؤوليته هذا بالاختصار هاي الرواتب كيف بدك الدولة لذلك وقت اللي كان عم يحكي مبارح رئيس الحكومة انه نطلب ونناشد الموظفين انه يجوا طيب اوكي طبعا اياس اياس بده يجي الموظف إذا هو إذا عم نحكي فلذلك لابد من إطلاق هالخطط اللي حكينا عنها ما نلتهي بأمور جانبية لابد من يعني أنا برأي الكهرباء أولوية بس قبل الكهرباء النقل لأنه ما في دولة بالعالم سوسان ما في نقل مشترك جينا نحنا مثلا بالحرب اللبنانية كان عندنا مصلحة اسمه مصلحة السكك الحديد والنقل مشترك عندها أملاك كان فيه سكة تران بعتي موظفين يتقدر بعضهم هاي دي مؤسسة كتير مهمة لازم نحافظ عليها ونطورها في البعض بس نحكي عنها بيصير يضحك لا هاي المؤسسة لازم نحافظ عليها نطورها نعطيها الإمكانيات لحتى تقوم نحافظ عليها ليكون فيها عن جد نقل المشترك والسكك يعني عمليا يعني مثلا يعني مثلا يعني مثلا كان فيه خط سكة بيجي من الشمال لجنوب اجوا شباب وناس عمروا على خط السكة طيب هاو دي اللي عمروا لازم نهبطلن شو مكان لو معمر قتال 20 نجمي مش خمس نجوم لانه هو تعدى على ملك العام هاي تعديات على الأملاك العامة هاي دي كمان اجوا عمروا ولغوا خط السكة طيب صارلك 20 سنة عم تستفيد فإذا انت أو ساهم بتوفير خطة للنقل العام او خلينا نهبط لك المنتجة على اللي عمرته لو لو مليار دولار مكلف مش مهم لانه انت تعديت على الملك العام وحق الناس انه ترجع فاليوم نحنا خطة الكهرباء خطة النقل اهم من خطة الكهرباء ولازم تنطلق لانه اليوم بيظل الوضع الحالي اليوم تانكة البنزين عم نحكي بـ 309 تلاف ليرة البرميل للنفط اذا ارتفع رح ترتفع اذا سعر سر في الدولار ارتفع رح ترتفع اذا مصري في لبنان قال بكرة انتو هلا عم تجيبوا بس 10 بالمية بكرة بخ تجيبوا 100 بالمية رح تطلع مثل ما صارت بالمازوت اليوم تانكة المازوت 320 ألف ليرة وبالتالي البنزين مسألة رح يرتفع سعرها اكتر واكتر لذلك اولوية الاولويات هي خطة النقل خطة النقل خطة النقل واليوم في عنا قرد من البنك الدولي مثل ما قلنا وهنا عم نحكي خطة نقل مثل ما حضرتك عم تفضل تقول على صعيد الباس يعني مش انه ولا عم نروح على مترو نحن نبلش من هوني بهال 295 مليون دولار اللي هي بتعمل بنا تحتية للنقل ببيروت الكبرى والمدخل الشمالي لبيروت يمكن صار المدخل الشمالي اقل ضغط لانه كان بالاول اللي تيجي من جونية على بيروت بديك ساعتين اليوم من حسنات الازمة انه بطل في زحمة سير بس لابد من هذا خط السير اللي يربط المناطئ ببعضها بالعاصمة بيروت من خلال المحطات وهوني بتدركي قداش لبنان كان عن جد فيه ناس عندهم رؤية ايجوا من قبل الحرب عملوا محطة شارل حلو للتسفير تصوري يعني كان فيه ناس عندهم رؤية انه كل هيدا السير اللي بيجي من الشمال اللي بيجي على بيروت على هالمحطة ومنه بيتوزق كان فيه ناس عم بيخططوا للبلد هلأ معاش فيه شي هلأ كله خبط عشوار هلأ المسأل شو هيصير فيه لانه في انتخابات نيابية بدا اسألك عن هيدا الموضوع خصوصا وانه 24 ساعة ولا اليوم اخر يوم يوم ياخد يوم بالليل تسجيل المغتربين لبنانيين للانتخابات النيابية ونتحدث عن كمان اما بعض اذا عم تبلشتوا تعملوا احصائيات لا بعض بعد الامور باردة باردة اوكي بالظاهر ولكن تحت الطاولة ما بلش بعدها من بالالفين واتمنتعش يعني متل هالايام الفين وسبعت عشر قبل الانتخابات الالفين واتمنتعش كان فيه كتير حماوي يوم الامور بعدها باردة لانه اي مرشح اي مرشح سواء كان نائب او احدا بدو يترشح قادر يروح يواجه الناس وهن رح يحكولو عن الدواء وعن المي وعن الكهربا وعن الدخل يعني المرشح ما عندوش شي يعطي الناس ما عندوش شي يقولو لنناس او حتى وعود ما بيقدر يطلق اليوم يعني النايب الحالي في استحالي يروح يشوف الناس في استحالي لانه الناس رح يقولولو انت مسؤول او رح يقدو هن ويا ويكونوا عم يكذبوا عليا والمرشح الجديد كمان شو بدي يقول له للناس المرشح الجديد بدي يقول لهم أنا جاي حل محل هيدا القديم اللي ما عملكن أنا أبدأ عملكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام ما نواصل نواصل المحوى الأخير في هذا الحوار مع الأستاذ الباحث في الدولية المعلومات محمد شمس الدين استاذ محمد للانتخابات النيابية وعم نحكي عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين لبنانيين لليوم يعني أولا بارح بالليل بلغ مجموع المساجلين قدام 210333 أوكي توزعت على أوكيانيا أمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية 5000 أمريكا الشمالية يعني أمريكا وكيندا 50 ألف أوروبا 65 ألف أفريقيا 17 ألف وآسيا 52 ألف يعني عمين قال انه سيتخطر رقم مع أقفال الباب 22000 لهم هيكونوا بعداد المساجلين للمشاركة في الاستحقاق النيابي المنتظر أواشي الرقم كيف نقدر نقرأه خلينا نحكي أول مسألة طبعا صار فيه تعديلات على قانون الانتخاب وفيه ملاحظات كثيرة على هذا التعديلات ما رح ندخل فيها بس يبدو أنه نحنا رايحين لانتخابات بأيار وليس بـ 27 أدار يبدو لأنه صار في طعم مش لأنه صار في طعم لأنه أصلا دعوة الهيئات بتكون بمرسوم وتحديد 27 أدار كان بتوصية وبالتالي الحكومي رئيس الجمهورية مثل ما عم يحكي هو غير ملزم فنحنا رايحين على انتخابات بأيار لأنه لم تتعذبوا حالكم لن فهي رايحين على بأيار مش بأيار هيدا شو بيغير بيعطي إذا بدك قدرة أكتر للمرشحين والأحزاب لتشتغل يكون في عندها وقت أطلع وأنا ما كنت فهمان لشو الإسرائيل على 27 إذا موضوع رمضان حكيته وبرجع بكرره في نص الناس مسيحية ونص الإسلام مش صايمين فإذا ما كان إيرزوم أنت قررت خلاص ما كان إيرزوم نوقف عند موضوع رمضان ونعمل عائدة خلينا نكفي الأمر العكس هلأ نسبة الصائمين أكتر لأنه ما بقى فيه قدرة على شرع الأكل إذا الصيام بعدم توفل الأكل هذا غير مقبول شرعا حسب رأيي خلينا نحكي شوية فمرة الماضية لنقول أنه عدد اللبنانيين الموجودين بالخارج اللي بيحقل لهم الاقتراع هلأ هني 970 ألف مقارنة بـ 820 ألف بالانتخابات الماضية بال2018 والتالي مرة الماضية تسجل 83 ألف يعني تقريبا حوالي 10% من اللي بيحقل لهم الاقتراع واللي راحوا اقتراعوا كانوا 47 ألف وبالتالي هذي 47 ألف اللي تسجلوا ما غيروا كتير بالمعادلة لأنه عدد كان قليل وتليها التفاوت الكبير بين المسجلين أو المسجلين والمقتل تقريبا نصهم يعني تقريبا 56 هذا مرتبط بشو برأييي فعمليا هذي 47 ألف اللي اقتراعوا ما غيروا شيء بالمعادلة لأنه اقتراعوا للقوى السياسية الموجودة هون وإن كانت بنسب مختلفة فتأثير اقتراع الاغتراب بالألفين واتمنتعش ما كان إلو تأثير عن نتائج هون لأنه العدد قليل توزعوا على الدوائر القمسطعش وما انتخبوا حدا خارج الاستفافات السياسية المعروفة يعني راحوا انتخبوا قوات لبنانية طيار وطني حركة تائب مردي أمال حزب الله المستقبل مخزومي الحزب الاشتراكي والعزم والجماعة الإسلامية والجمعية المشاريع حتى ما حدا يزعل فانتخبوا لكل القوى والمجتمع المدني كان بس حزوا 2400 صوت في ذلك الحين يعني كعم تقول ما كان عندهم يعني تأثير كبير لا على التغيير تماما نجينا نحن اليوم عم نحكي عن 210 يمكن نوصل لـ 230 أو 240 ألف اليوم معنا لنص الليل ممكن نوصل لهذا الرقم هلأ هو رقم كبير مقارنة بالسنوات بالـ 2018 تقريبا 3 مرات أكتر بس هو عم نحكي بدل لا يمثل سوى ربع المقيمين بالخارج يعني عم نحكي عن 240 ألف من أصل 970 ألف يعني عم نحكي عن ربع تقريبا اللي هي نسبة قليلة هلأ سوى عادة الرقم كيف نقرأ يعني هيدا نسبة الأقبال هيدا نحكي أنه هو أعلى من المرة الماضية لكنه نسبة متدنية بعدها هلأ الأهم من هذا قداش بتكون نسبة الاقتراع لأنه اليوم في كتار سجلوا ونحن مثل ما بنعرف عم بيسجل استنادا إلى أخراج آية بطاعة هوية أديمة جواز منتهي الصلاحية ويمكن المركز بالتالي بس بدي يروح ينتخب بدي يكون معه أو جواز سفر صالح أو هوية خونة يمكن ما تتوفر هاي في كتار ما يروحوا ينتخبوا لأنه ما عندهم لا هوية صالحة ولا جواز سفر صالح يعني التسجيل بده وسائق معينة أوكي والاقتراع بده طب ليه من الأساسي حددوه يعني سهله للناس تسجيل بحيث أنه يكون عندهم وقت ليحضروا الوسيئة المطلوبة يعني اليوم إذا أنت ما معك الباسبور ووجودي برا ممكن تروحي على السفارة اللبنانية وتجدد الباسبور تطلبي الباسبور أو تجددي أو إذا جيتي بهالوقت على لبنان يمكن تاخدي هوية فبالعكس هذه الشغلة مهمة أنك تسهل التسجيل ويكون في عندك بعد من هلأ للانتخاب لأيات يكون في وقت في عندك 6-7 شهر قادرة أمنة بس بالـ 2018 مثل ما حضرتك كان في تفاوت كبير بين عدد المسجلين وبين المقتربين هناك أول شيء أنه ممكن الناس ما يكون عنده الوسيئة وممكن تكون مراكز الاقتراع بعيدة يعني إذا فيه إنسان سكنه هونو مركز الاقتراع بعيد 400 كيلو متر عنه ممكن ما يروح فهو دي السببين اللي بينزلوا نسبة الاقتراع بعدين فيه سبب تالت ممكن ينزل النسبة في حال المجلس الدستوري اليوم قبل الطعن اللي قدموا الطيار الوطني الحر وقال حق المقتربين هو بـ 6 نواب وليس بالدوائر الموجودة هون وبالتالي ساعتها بتخف الحماس ليه؟ لأنه أن يكون حقق بـ 128 ناية بشي وأن يحصل حقق بـ 6 نواب بشي تاني هيدا الأمر بس شو بيفيده 6 نواب خارج هلأ طبعا هو بالأساس وهي أصلا توزيع عادل لعدد المقتربين طبعا هو غير مقتن حطت هايك ومشيه ووصلوا اليوم لساعة الحياة فأنا عمقول في عنا الوسائق في عنا مركز الاقتراع وخلينا ننطر نتيجة قرار المجلس الدستوري شو ممكن يقرر هدا بيأثر أو ما بيأثر على الاقتراع وفي عنا مسألة بدنا نوقف عندنا بيأثر هون بيخفف الحماسي يعني لما بيقول أنه أكيد بيأثر الحماسي أنت جاي تنتخبي بمنطقتك لأنه اللبنان اللي سجل هو مرتبط بلبنان بعده وبالتالي هو معني أنه يكون في عنده نايب بمنطقته مرتبط بخيار السياسي ايه مش مرتبط بنايب بالخارج فعشان هيك أنا بيرأيي حكما إذا المجلس الدستوري رد رد طعان لا إذا قبل الطعان حكما وكرس حق اللبنانيين بستة بالاقتراع ممكن ينخفض كتير رأم المقترعين وفي عنا مسألة تالتي لازم نوقف عندها يتم الآن يتم الآن أنه تصوير أنه في حدا ربح على حدا لا أنا من خلال متابعته الأحزاب كانت عم تطلب من الناس يتسجل والمجتمع المدني فنحن ما فينا نقول اليوم الارتفاع هو يضد الأحزاب لمصطلعة المعارضة لا لكل الناس الأحزاب عم تبعت ممثلين ووفود وعم يشوفهم على التلفزيونات ورأساء الأحزاب عم يطلبوا من اللبنانيين يتسجلوا وبالتالي التسجيل برا من الجهتين من المعارضة ومن قوى السلطة مين مكان تتكون فلذلك من المبكر اليوم الحديث أنه في حدا انتصر على حدا خلينا ننطر صندوق الاختراع هي بتوصل النتيجة ولكن بحسب المتوقع يعني شو بس لكن عم أقوله أنا مجرد أنه يطلع الرقم من 83 ألف مسجل إلى 240 ألف أو 230 ألف مسجل معنات فيه شيء بده يعمل فرق بلبنان كيف ولاش ما بقدر أحدد من هلأ بس عم أقوله أنه هذا الرقم ارتفاعه هايك مش مسألة بسيطة مسألة مهمة خصوصا بكرة إذا تبيننا مثلا أنه في عنا 30 ألف تسجلوا بالخارج للإقتراع بدائرة معينة بلبنان بدون يعملوا فرق هون بيبين أكيد بأي اتجاه فعشان هايك مجرد الرقم هو دليل بس ما منقدر نحسم من هلأ بأي اتجاه لنعرف مين هني يعني أنا عم تقول بانتظار كنت قيل بانتظار بعدين منقدر نعرف وين مسجلين منبلش نعرف فيه تأثير إذا ما فيه تأثير لأنه تلع مالك إذا فيه 20 ألف بدايرة الحاصل الانتخابي فيها 12 ألف حكما رح يكون فيه تأثير طبعا بمقعد أو باثنين أو بثلاثة فخلينا ننتظر ننتظر هايدي المسألة بس من هلأ القراءة الأولية مجرد هذا الارتفاع يعني قد يكون هناك تأثير بس لأي جهة ممنقدر وقديش هي جاهزة للمشاركة في هذه العملية وفق ماذا مرتبط بشو بكير بعد أنه اليوم الناس يمكن فيه مرشحين بلشوا أحزاب بلشت بس اليوم أكترية الناس هي بمحل آخر مثل عم نحكي غير معنية يعني مش غير معنية عم تفكر بالدواء عم تفكر بالبنزين عم تفكر بالمصروف يعني منتهي بأزمات منتهي بأزماتها وبعده في حدا لحد الآن بيطلع بيقول ما فيه انتخابات فيه تشكيك لأنه البعض عشان هيك أنا برأيي بس يمكن القطار بس بالوقت اليوم يعني الاسجهات الرسمية المسؤولة يعني هيدا الموضوع عم بتأكد فبدال في حدا لأنه التجارب هيك مرت الماضي كنا كلنا عم نأكد فيه انتخابات مددنا للألفين وثمانتعاش يمكن الظروف هلأ مختلفة الدولية والمحلية بس هيدا الأسباب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتشكيك بإجراء الانتخابات عم تخلي الأمور لحد الآن باردة على الأقل يمكن تدلة هيك لأول السنة فيه أزمة مرشحين مثل ما عم نسمع لا لأنه عم بينقال أنه بعض الأحزاب عنده أزمة مرشحين لا لا ما أمع تقل دايما اليوم مرت الماضي ترشح يمكن تسعمائة واحد بني ذاكرة الرقم بس أنه ترشحة أعداد كبيرة بالعكس اليوم فيه أعداد كبيرة طامحين للترشح خصوصي أنه يمكن فيه ناس ما مع مصاري بس فيه ناس مع مصاري حابة دايما تفوت عن نيابي ولو أنه قانون الانتخاب لنقول للمرشحين الحالي رفع رسم الترشح من 8 ملايين إلى 30 مليون ليرة يعني هو اليوم بهذا المنطق فينا نقول أنه صار متاح كمان العمل النيابي والعمل السياسي بس للمتمولين ماديا مع الأسف يعني كان نحن نحول مع الأسف وخصوصي أنه نحن رفعنا ثقف الانفاق يعني إذا واحد بده يترشح كان بيدفع 8 ملايين ليرة هلا أوكي بتقيل 8 ملايين ليرة كانوا 5000 دولار وشي هلا 30 مليون ليرة منهم منهم هنه ألف وشي بس كمان للمرشح رفعنا له ثقف الانفاق فكان بيقل له يصرف 150 مليون ليرة كمرشح 150 مليون ليرة كمرشح بلايحة و5000 ليرة عند كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية الكبرى يعني إذا مثلا نبطية بنت جبال المرجعيون بهذه الدائرة اليوم ارتفع صار سقف الانفاق هو 750 مليون ليرة للمرشح 750 مليون ليرة كونه بلايحة و50 ألف ليرة عن كل ناخب بالدائرة الانتخابية الكبرى هل هناك مصادر تمويل؟ هيدا سؤال طبعا في مصادر كتير يعني لبنان اليوم بهذا الشح وبهذا الواقع لا لبنان بالانتخابات دائما بيكون فيه مصاري خصوصا بس اليوم في ضل العلاقات إذا بدأك علاقات لبنان حتى مع الدول يعني الخارجية خلينا نقول فيه تحولات كبرى حاصلة والأزمة الخليجية القائمة اليوم يعني لأزمة الخليج مع لبنان هيدا كله ما بيأثر بشكل كبير مش بالضرورة والمختربين اللي طارت مصرياتهم بالمصارف اللي كانوا عادة يمولوا يعني فيه كتير إذا بدأك عوامل دخلت بس الفكرة الأساسية الفكرة الأساسية إنه فيه مرشحين بعد معهم مصاري وقادرين ينفقوا على هاي الانتخابات وبالتالي برجع بقول انتخابات كل عمره المال دوره أساسي يمكن بهالانتخابات المال يكون عنده تأثير أكتر وما حدا يفكر إنه هالانتخابات أرخص لا كل المنطقة منيش هو هيدا بوجع أكتر لما بتقول أرخص أو بهذه المصالحات هذا الواقع كأنه نحن اليوم عم نشتري صوت المواطن وعم نشتري كل عمره الرشوة الانتخابية معروفة اليوم بالألفين وتسعة نصرف مليارات وكل تاريخيا تاريخيا كان يتم شراء الأسوات بس بيحكوا عن انتخابات نزيهة وشفافة مع الأسف والمشكلة مش هاي كنا نصرف مصاري رشوة انتخابية ما كان في هيئة رقابة في هيئة رقابة وبصير وبصير وما حدانش بيقشع يعني بالعكس بيعطوك السكبرة إنه مصر شي يعني هاي من المبكر الحديث خلينا ننطر شوي لنشوف بأي اتجاهات أنا برأي ممكن إذا رجعت الحكومة إلى العمل بدأت للأوضاع بالاستقرار ممكن نبلش نشوف حماوي انتخابية ابتداء من أول السنة على الأقل بتقطيع الناس هذا الشهر وبنفهم أكتر يمكن مشهد التحالفات كل شي بيكون صار أوضح من بداية العام خصوصي إذا رجعت الحكومة إلى العمل يعني هاي دي إشارة للاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات لأنه هاي الحكومة إجت بسبب أساسي هو وضع حد للانهيار والروح على الانتخابات صحيح فالانهيار بعده مستمر والانتخابات إن شاء الله يعني إن شاء الله نوصل إلى هذا الموعد هكي كمان وأقطع المرحلة بأقل خسائر ممكنة عم يجي كتير رسائل عم تقول أنه كتير ركزنا على القطاع العام وما حكينا عن القطاع بالعكس حكينا عن القطاع الخاص والبطالي بأول بارت كنا بنحكي عنها القطاع الخاص هذا واقعه ومشاكله أكتر والبطالي هي الأهم نحنا بنحكي أصلا لأنه سواء كان موظف بالقطاع العام أو القطاع الخاص هو عم يقبض له مبالغ قليلة بس مبالغ بالعاطل عن العمل هون الكارسي الكبيرة اللي طلع يشتغل طلع طويع تعويض وما بيساوي شي بس حلناش نحكي بس ودي خلينا أقول كمان القطاع الخاص دائما مظلوم يعني حتى لما نحنا قرينا سسرة رتب ورواتب الجاب اللي صارت بين القطاع العام والقطاع الخاص كان على خساب الموظف أكيد نحنا بنقول المعاناة وحدة بس برجع بقلك المعاناة الأكبر هي لعاطلين عن العمل لتركوا تعويضهم بالضمان ما عاد يساوي شي وهون المشكلة الأكبر لأسف يعني ولا مرة بنعمل هيدا النوع من الحلقات إلا ما بنخلص بواجعة أكبر أستاذ محمد ما بعرف أين قد يعني بنعمل وهيك حلقة ومنقول أنه بلشنا حطينا هيدا حلول وفي بعض نظر وفي رؤية أنا بالحقيقة بالرغم من كل هاي الأرقام السودوية اللي حكينا عنا عن الأرقام عن الفقر عن البطالة عن الهجرة عن القتل عن السرقة كل هيدا واقع مؤلم لكن أنا بتصور الحلول الممكنة إذا توفرت الإرادة ونية الصادقة في جزء من الأزمات اللي عم يعيشها لبنان هي نتيجة فشل وفي جزء هي متعمد فبالتالي وقت اللي بيصير فيه إرادة وقرار لبنان قادر يطلع من هيدا الأزمة وممكن نعمل حلقة بعد جمعتين وتشوف الأمور صارت أفضل لأنه برجع بإليك كل شيء مؤلم لكن إذا فيه إرادة وقرار ممكن بعد أسبوعين مش بعد شهرين تشوف الأمور صارت أحسن لأنه لبنان هيدا بلد صغير عنده إمكانيات كبيرة نحن بدنا الإرادة وبدنا القرار وهيدو للأسف عم نبحث عنه كمان أسئلة حول الموضوع أنه رايحين لإقرار زودة ولا مساعدة مساعدة محن عم يحكي بزودة لأنه الزودة بتدخل بالراتب ويحتسب التعويضات عليها الدولة أو القطاع الخاص محن عم يحكي عن تصحيح للرواتب لا عم يحكي عن مساعدة مؤقتة بالنقل وبنسبة معينة من الراتب لفترة ستة شهر أو سنة لحين تقطيع هذه المرحلة محن عم يحكي عن تصحيح للأجور لأن تصحيح الأجور مسألة تانية اليوم إذا ما نصحح الأجور بنسبة تضخم لا بيصير الأوضاع مختلف كليا اليوم نصب التضخم الرسمية هي 250 بينما الواقع قد يتجاوز هالرقم فأنا بدي أقول بس تصحيح الأجور بنسبة 250% يعني الرواتب لازم تكون مرتين ونصف أكتر فلا عم يحكي عن مساعدة لأقتة لستة شهر أو سنة مش عن تصحيح الرواتب وأجور شكرا لألك الباحث في الدولية المعلومات محمد شمس الدين شكرا على تلبيتك الدعوة شكرا أهلا وسهلا فيك شكرا لألكم مشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله شكرا للمشاهدين على حسن المتابعة